بضع ثوان فقط كانت سبباً بإثارة مشاعر الخوف والهلع بين الناشطين عبر منصات وصفحات السوشال ميديا حادثة غير متوقعة صدمت العراقيين راح ضحيتها طفلة وامرأة فما الذي حدث وما هي التفاصيل؟ إذ وثق مواطن بعدسة هاتفه المحمول وثق حادثة الصدام عجلاً بسيدة عراقية وطفلة كانت متواجدتين في الشارع وبحسب رواية شهود العيان إن الحادث المؤسف كان سببه فقدان السائق السيطرة على عربته فبينما كان يقودها وإذا باختلال مفاجئ في القيادة فره لاقتحام السيطرة المركزية في محافظة كربلاء ودهس من كان أمامه ودهس المرأة والطفلة معاً ترجمة نانسي قنقر إذن لقطات مخيفة ومؤسفة تحبس الأنفاس تدولها الناشطون في صفحاتهم معربين عن قلقهم مما حصل لا سيما بعد انتشار صوراً للطفلة الصغيرة وهي تصارع الموت وتحاول التنفس بصعوبة جراء استقرار العربة وصعودها فوق جسدها النحيل فيما حاول الشباب المتواجدين في الموقع وممن هرع للمساعدة أن يرفع العربة عن الطفلة الصغيرة والمرأة أيضاً والعراقيون دعوا الباري عز وجل بأن يلطف بحال ضحايا حالة الدهس هذه بعد إصابتهم بجروح خطيرة وهناك من قال إن المرأة والطفلة فارقتا الحياة على إثر هذه الحادثة وهناك بالمقابل ردود واسعة من المغردين في منصات التواصل الاجتماعي حول ما حصل ورصدناها لكم والبداية ستكون مع تعليق لإبراهيم الزويدي يقول إبراهيم عن حادثة الدهس هذه يا رب تخيلك يعني بس أريد أفتهم السايق بشنو كان مجغول كيف اختل توازن وفقد القدرة على القيادة بس لا يطلع لي السايق عمره من عشرة أو 14 سنة وجاي يقود بنص الزحمة ولا همت أرواح الناس يا ربي سترك أيضاً هناك تعليق آخر من زيدان يقول زيدان وعد شبيكم يا عراقيين كلكم هجيتم السايق يعني حادث وصار أكيد السايق مو متعمد ولا بقضة يسوي هذه الحادثة ويصدم بالجيش أو يصدم بالجيش ولا بالمدنيين قولوا الحمد لله على سلامتهم ودعو لهم وكفاكم قيل أقال أيضاً تعليق آخر من حيدر زاهر يقول حيدر السرعة 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 ويقال إن السائق من ذوي الاحتياجات الخاصة فلا حول ولا قوة إلا بالله أيضاً تعليق من حلاء سالم تقول حلاء السائق تلاقيه كان يرسل حبيبته أو متعارك مع مرتب وفقد أعصابه مو بس فقد القدرة على سياقه شر البلياتي ما يضحك خطيئة بس مع هذا لابد على الحكومة أن تفعل اللجان الرقابية بالشارع وتفتش على إجازات السوق صار كل من هب ودب يسوق والله عجيب أمركم اشتركوا في القناة